محمد الطيبين الطاهرين عظم الله وجورنا ووجوركم بمصابنا بسيد الشهداء عليه السلام كثيرا ما يطرح تساؤل حول خيام وثورة الإمام الحسين سلام الله عليه وتارة يفهم من تحرك الحسين يفهم تحرك الحسين فهما غير حقيقي لما قام به الحسين صلى الله عليه وسلامه عليه بلحاظ مقارعة الظلم والظلام فهل الحسين قام ونهض كما نتصور نحن أنه قام على أي حال وبأي كيفية أو أن هناك منهجية منهجية كانت للإمام الحسين وهذه المنهجية ينبغي أن كل ثائر وكل مقاوم للظل إذا أراد أن يسير بقيامه وبثورته وفق المعايير الشرعية بلحاظ اتباعي رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت لابد أن يمشي على هذا النهج أما الاجتهادات التي تطرأ هنا وهناك فليس لها أي دليل فهنا ينبغي أن نلاحظ كيف كان الحسين السؤال الذي يطرح نفسه أن الحسين سلام الله عليه أعطانا قاعدة هذه القاعدة التي أعطانا إياها من خلال نهج متأصل عند أئمة أهل البيت لم يحد أي أحد من الأئمة عن هذا النهج الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وآله وخطه أمير المؤمنين ما هو ذلك النهج الإمام الحسين صلى الله عليه عليه يقول في بعض كلماته في قضيته المشهورة في رسالته لأخيه محمد بن الحنفية حيث قال ألا وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر هنا بعد هذا يأتينا النهج الذي رسمه الحسين صلى الله عليه من خلاله نهج أمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي لأسير بسيرة جدي وأبي أمير المؤمنين سلام الله عليه لماذا التركيز على سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه لأن في الواقع أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب أعطانا نهجا في محاربة ومقارعة الظلم والظلام ما هو ذلك النهج إذا نتصفح سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه ونلاحظ جليا ذلك النهج سوف نرى واضحا أن الحسين سلام الله عليه اتخذ ذلك النهج ولم يحد عن ذلك النهج حيث أنه هو القائل وهو صادق في قوله سلام الله عليه وأسير بسيرة جدي وأبي أمير المؤمنين ما هي سيرة أمير المؤمنين سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه حينما زوية عن الخلافة رفض أن يبايع أمير المؤمنين رفض أن يبايع هذا النهج الأول إبراز إبراز عدم الرضا عما جرى ويجري الأمر الثاني أنه طلب الأنصار سلام الله عليه طلب من ينصره على هذا الأمر كما يذكر المؤرخون جاءه كثير مجموعة من أصحابه فقالوا له يا أمير المؤمنين لو نهط بنا تجاه هذا الأمر يعني نحارب من زواك عن الخلافة فماذا قال أمير المؤمنين إذا جاءني أربعين رجلا وقد حلقوا رؤوسهم أو أحلقوا رؤوسهم فإني ماذا فإني ناهض بذلك الأمر يجوني أربعين نفر رجل يكونون معي ويحلقوا رؤوسهم ألا شون الغاية من حلق الرأس هو أعلم بها سلام الله عليه تقول الرواية فلم يأته في يوم غد إلا أربعة فتعلّل البعض قال لا ربما ناس نائمة ناس تخلفت ناس انشغلت فقال لهم ائتوني في اليوم الذي بعده تقول الرواية وهكذا ثلاثة أيام لم يأته إلا أربعة وقد حلقوا أرؤوسهم ماذا فهذا نهج فماذا استطاع فماذا فعل أمير المؤمنين فعل أنه لم يبايع لم يأتي مبايعا راضيا الأمر الآخر أنه هل شن أمير المؤمنين حربا على على من زواه عن الخلافة هذا التاريخ أمامنا السؤال كلنا يعلم أن أمير المؤمنين لم يحارب لماذا لم يحارب الجواب جدا واضح لم يحارب لأنه لم يأتي هي أحد لينصره وما عساه أن يصنع بأربعة يقاتلون معه وقد ملئت المدينة بجيش بني أسلم فإذا النهج الذي اتخذه أمير المؤمنين إن كان رفض الأمر وعدم الرضا به لإبراز أن أن من فعل ذلك الفعل كان غير محق لا بد أن تظهر ماذا تظهر عدم الرضا لكن البروز إلى الحرب والمقاومة والثورة والنهوض يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى أنصار أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يأته إلا أربعة فكان فكانت فاطمة كان هو وفاطمة سلام الله عليها يدورون كما في الرواية قد صعدت على حمار سلام الله عليها ويدور معها على بيوتات المدينة وكل واحد منهم يقول لو جئتنا قبل البيعاء لنهضنا معك يعني كل واحد منهم يتعلل بعله ماذا كان موقف أمير المؤمنين أنسكت لم ينهض الآن نأتي إلى الحسين سلام الله عليه الحسين يقول يقول أسير بسيرة جدي وسيرة أبي أمير المؤمنين هذه السيرة الأولى من حياة أمير المؤمنين السيرة الثانية من حياة أمير المؤمنين وهو إذا تلاحظ ما قام به أمير المؤمنين في أول الآمر لم يحارب إلا أننا بعد ذلك رأينا أمير المؤمنين قد خاض ثلاث حروب الجمل والنهروان وصفين فكيف ذلك سئل أمير المؤمنين عن ذلك هو في نهج البلاغ أيضا يقول لو لا حضور لو لا إقامة الحجة وحضور الناصر فإذا نهج أمير المؤمنين يتمركز في أمرين الأمر الأول رفض وإبراز الرفض وعدم الرضا وهذا أبداه حيث لم يبايع سلام الله عليه إلا بعد ذلك على بعض الروايات بايع مكرها وقبلوا منه ذلك إلا أنه أبرز ماذا أبرز عدم رضاه الأمر الآخر أنه حينما وجد ناصرا لم يجد ناصرا لزم داره وحينما جاءته الخلافة ووجد الأنصار كل من نهض ضد أمير المؤمنين ابتداءا من من حرب الجمل إلى صفين إلى النهروان حارب أمير المؤمنين لوجود الناصر فإذا هذا هو نهج أمير المؤمنين سلام الله عليه وإلا ليس عندنا في نهج الأيمة كما الآن بعض الثوار يفهم هذا الفهم على أنك تثور على على أي حال ليس عندنا هناك ثورة وقيام ونهضة ومعارضة على أي حال ما عندنا في سيرة أهل البيت ما عندنا ذلك في سيرة غيرهم فمن أراد أن يجتهد فليجتهد أما سيرة أهل البيت ليس فيها إلا أن تعارض ومن ثم إبراز المعارضة ومن ثم إن وجدت أنصارا نهط إن لم تجد سكت انظر إلى الحسين سلام الله عليه هل تراه خالف خالف أباه سلام الله أمير المؤمنين سلام الله عليه الحسين في أول أمره أعلنها معارضة بحيث أنه لم يقبل ببيعة يزيد حيث قال ومثلي لا يبايع مثله وقد ذكرها المؤرخون في جل كتبهم وأبرز عدم رضا فخرج من المدينة إلى مكة ماذا صنع الحسين في مكة الحسين لم يصنع شيئا بحيث أنه ثورة أو نهضة في مكة لم ينهض الحسين ولم يثر إلا بعد ماذا إلا بعد أن جاءته كتب الكوفة وعلى إثرها قضية مسلم فإذن لاحظ الحسين سلام الله عليه اختذى بسيرة أبيه حينما كان في مكة وليس لديه ناصر لم يتحرك قيد أنه متى تحرك سلام الله عليه حينما جاءته كتب أهل الكوفة بعد ذلك لاحظ المنهج هو ماذا إن وجدت أنصارا وإن لم تجد الحسين وجد أنصارا فنهض وهم من كتب الكوفة ثمانية عشر ألف على أقل الروايات وعلى إثرها ماذا بعث مسلم وبعد ذلك تطورت الأمور وانقلب الأمر وقتل مسلم سلام الله عليه ووصل الحسين الخبر في زرود في بعض المواقع التي وصل إليها الحسين إلا أنه بعد ذلك ماذا وصل وإذا به يرى أولئك الأنصار ليس منهم أحد من من كتب له هو الذي قاتله فماذا صنع الحسين لأن المنهج أمير المؤمنين إن وجدت أنصارا فانهض وإن لم تجد فلا تنهض فهل الحسين طبق هذا الأمر أو لم يطبق لا شك أنه طبقه حينما جاءته كتب الكوفة نهض حينما وصل إلى العراق وإذا بالأمر اختلف فماذا قال الحسين سلام الله عليه قال له أنتم كاتبتموني أنكروا ذلك كثير منهم فقال إذا كان كذلك ولم ترغبوا في قدومي فدعوني أنطلق إلى إلى ماذا إلى في أرض الله الواسعة فإذا ماذا ماذا معنى الحسين هذا الكلام معنى ماذا معنى السكوت وعدم النهوض إنزل إذا كان كذلك فكيف قتل الحسين نحن نعلم أن الحسين لا يخالف سيرة أبيه سلام الله عليه وفعلا إلى هنا لم يخالف الحسين سيرة أبيه أمير المؤمنين حيث حينما وجد الناصر في الكوفة دهب حينما علم بخدلانهم طلب أن يرجع من حيث أتى إلى المدينة أو يذهب إلى قطر من هذه الأقطار هنا الأمر الحساس الذي جرى ونقطة الخلاف بين الإمام سلام الله عليه وبين الوالي الأموي وهو عبيض الله بن زياد الحسين أراد يرجع ملاحظ ملاحظ كيف يكون ذلك الحسين أراد يرجع يعني شنو يعني خلاص ما عنده ثورة ما يريد يسوي ثورة ليش ما يريد يسوي ثورة لأنه نعود إلى الأصل أنه إن وجد أن صار النهض وإن لم يجد لم ينهض طلب منهم أن يرجع إلى من حيث أتى المدينة رفضوا طلب منهم أن يدهب إلى قطر من هذه الأقطار أيضا رفضوا هنا الأمر الفاصل الذي جرى بين الإمام صلى الله عليه وبين عبيد الله بن زياد وهو ماذا وهو أن أن ينزل الحسين على حكم عبيد الله بن زياد وشخصية مثل عبيد الله بن زياد إذا أراد أن يحكم في الحسين بماذا سيحكم في الحسين لا شك سيحكم فيه بغير ما أنزل الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله فلذلك هنا الامام الحسين فاذا الامام الحسين هنا مقتله صلى الله عليه لم يكن ثورة وانما كان اباء وك فرق وهناك فرق بين الاباء وبين الثورة الحسين لو كان لو اراد ثورة كيف يخالف اباه صلى الله عليه وهو ليس لديه من الانصار احد وكيف نقول ان الحسين نهض بثورة وهو يقول ارجعوني ارجع الى المدينة او ارجع الى اي قطر وهنا نقطة الخلافة التي حصلت وهو ان ينزل على حكم ماذا على حكم يزيد او على حكم عبيد الله ابن الزياد فلذلك الحسين شهيد ماذا شهيد الاباء ابدل صلوات الله وسلامه عليه والقضية ليست لا علاقة لها بالثورة وانما هي بالاباء وهو الذي يقول سلام الله عليه الا وان الدعي ابن الدعي من هو الدعي ابن الدعي عبيد الله ابن زياد وابوه زياد من قبله زياد ابن ابي الا وان الدعية ابن الدعي قد ركز بين احدثنتين بين السلة والذلة الامر جدا اختلف الان مو قضية قضية ثورة ونهضة ومعارضة لا الان قضية يريدوا للحسين ان يكون ذليلا لم يقبلوا ان يرجع الحسين الى المدينة ولم يقبلوا ان يذهب الى اي قطر من الاقطار فارادوا ان يذل الحسين فلذلك ماذا قال صلوات الله وسلامه عليه وهيهات من الدلة يا ابا الله لنا ذلك ورسوله وحجور طابت وطهرت ان نؤثر طاعة الرحمن على طاعة اللئام فلذلك ذهب الحسين ولو قبلوا من الحسين ان يرجع لا رجع الثائر لا يرجع المقاوم لا يرجع لكنها المنهج والسيرة الربانية التي سنها رسول الله وسنها امير المؤمنين وهو القائل انما اردت طلب الاصلاح في امة جدي محمد صلى الله عليه وآله اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي وابي امير المؤمنين فاذا قد اتخذ هذا المنهج وهو منهج امير المؤمنين صلى الله عليه وسلامه عليه وهو المنهج ان وجد الانصار نهض وان لم تجد الانصار لا تنهض وليس عندنا في نهج اهل البيت ان انهض واقاوم واعارض على اي حال وباي شكل وبلا حدود وبلا منهجية منهجية اهل البيت هي هذه المنهجية ورأينا من سيرة الحسين صلى الله عليه وسلامه عليه في جميع تحركاته انصبت في هذا النهج الذي نهجه امير المؤمنين صلى الله عليه وسلامه عليه والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين